السلام عليكم سلام خير يا جماعة وصلتني خاصية الواتساب الجديدة اللي هي انك تقدر تطرش صورة او فيديو في المحادثات في الواتساب او القروبات بشكل عام والشخص او الاشخاص اللي بتروح لهم الصورة او الفيديو يقدر يفتحها لمرة وحدها انت تقدر تفعلها الخاصية عندك نفس فكرة الاسناب والانستجرام وغيرهم البرامج طبعا لا الان ما وصلت لكل المستخدمين انا توهى وصلتني اليوم وفي ناس وصلتهم من قبل وفي ناس لا الان ما وصلتهم اصلا فالحين كل اللي عليه كذا تبي تطرش صورة مثلا في القروب او حق الشخص او في البرودكاست اصلا مثلا هالصورة شوف تحت الكابشن في دائرة عليه رقم واحد صح لو ضغط على رقم واحد بتضلل الدائرة خلاص الحين اي شخص بتروح للصورة يفتح لمرة واحدة فقط ما يقدر انه يحفظ الصورة عنده لا واذا تبي تشيل خاصية تضغط على رقم واحد مرة ثانية يقدر يتشوف الصورة على كيفه فخلنا نجرب نضلل الدائرة ونطرشها حق الشخص مثل ما تشوفون بتروح للصورة بهالشكل يلا نجرب من التليفون الثاني وهي المحادثة من تليفوني الثاني جاتني الصورة بهالشكل اقدر افتح الصورة اضغط على الصورة بس اشوفها لمرة واحدة اذا طلعت خلاص بتروح من عندي الصورة وللعلم اذا كبتشرت الصورة الطرف الثاني ما يدر انك صورت الشاشة فاشكره مستقبلا بيحطون خاصية تصوير الشاشة لانه بالطريقة ما استفدنا شيء يعني اذا طرش صورة مرة واحدة وشخص كبتشرتك انك مطرشها خلاص يسايفها للابد متأكد انه مستقبلا بيضفون خاصية السكرينشوت اذا واحد سوي سكرينشوت بيروح للطرف الثاني زين خلنا نجرب الحركة الثانية اللي مو بتضليل الوضع العادي ونطرش بتروح للصورة شنو في الخاص في الشات فبس والله يا جماعة بيت اشرح لكم الخاصية وهي نهاي الشرح لهالفيديو ان شاء اللهكم استفدتم الشرح وطرش المقطع حق واحد محتاجها الشرح يعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله لا تنسونا اللايك والاشتراك في القناة وفعل جرس تنبيهات عشان يوصل لك كل شيء جديد لين عندك